محدش يقدر يختلف على امكانيات وقدرات عثمان ديمبلي والكل متطفق انه واحد من احرف اللاعبين في العالم بس يقدر تقولي هو بيلعب بانهي رجلي؟ هنا بقى الاختلاف لان هو نفسه لما في يوم الايام تسأل قال له انه ما يعرفش بيلعب بانهي رجلي ولكنه بيجد اللعب بيمينه ازاي شماله بالزبط واعتقد يعني ان دي ميزة كبيرة جدا وفي اي وضعية في الملعب عندك حلول عندنا لعب واحد بس في مصر حاليا عنده الميزة دي يمكن يكون مشواخد حقه بس فعلا هو لعب مميز جدا كلامه عن يسر وحيد يسري من بداية ولعب قادر يقدم مستويات كبيرة وانا اتكلمت عليه اكتر من مرة بس النهاردة الكلام هيكون مختلف تماما عن اي حاجة شفتها قبل كده فواحد اللي اصلى عن نابه وعمل لايك ويلا بينا نبدأ الحلقة مبدئيا كده يسر وحيد ينطبك عليه اللعب الجوكر اللي قادر يلعب باكليفت ويقوم بوجبات المركز ده بشكل هيل سواء على المستوى الدفاعي او حتى على المستوى الوجومي لعب مميز جدا في الخروج بالكرة من خلف الامام بيتوقع مصار الكرة والصالب الرفاعية بشكل كبير كراته العرضية نسبة اتقانة كبيرة جدا عنده تكملة داخل الصندوق زكاء في التعامل مع المواقف ودرجة تركيز هيلة في اللمسة الاخيرة وكان سوبر مع الترسانة في المكان ده ويقدر يسجل ويصنع اهداف كتير جدا ده قبل ما ينتهل لطلع الجيش ومن هنا لفت الانتباه بشكل كبير يمكن انا اعرفه من قبل كده ولكن فكرة انه سانا اولى في الدور المصري ويقدم الاداء ده ده يندل على شيء يا دول انه لعب فعلا مميز لا لا استنى لسه مخلصتش هو كمان وين جراءت عالمي لعب يمتلك سرعة جايدة مراوغ هيل بيعد من واحد واثنين وثلاثة بيستدب برجل اليمين زي الشمال بالزبط ودي جزئية لازم نركز فيها بشكل كبير وهنا لازم نرد على السؤال ليه انا قرنت يسري وحيد باسمان ديمبلي طبعا مع فرق الامكانيات ولكن في حاجة مشتركة ما بينهم فعمل لايك وتعال اقولنا اولا كده يسري هو اللعب الوحيد لو استلم من الجبع اليمنى مثلا هتلاقي بيتحرك بالقرة برجل الشمال عادي جدا وقدر يعد بشكل ممتاز ويسدد كمان وده حصل اكتر من مرة وسجل اكتر من هدف برجل الشمال اما بقى لو استلم القرة من الوينجي ليفت هتلاقي بيتريبل عادي جدا برجل يمين وانت ما تعرفش هو اسول ولا ايمن ولا انظامه ولكن هو مماس جدا باللعب برجل الاثنين بنفس القدر تقريبا بيسدد بيمينه زي شماله بيعد بيمينه زي شماله بيعمل الوفر بيمينه زي شماله وزا ما قلتلك انها حاجة مختلفة لانه قادر في اي موقف يسدد قادر في اي موقف يكون مرتاح لانه مش محتاج يعدل الكرة على رجل الاساسية اكيد فيه رجل اقوى من تانية بس درجة التفاوت مش كبيرة عكس العابة كتير لو بيلعب بيمينه مش بيعرف يتعامل برجل العكسية تماما والعكس صحيح مش بس كده كمان يسرى على مستوى علعاب الهوى عنده كوف الالتحامات والتقاء عالي وعنده نسبة توجيه كبيرة ما شاء الله وكان هادر يسجل هدفين من قامت على اهداف هذا الموسم من ضربات رأسية ولعب فعلا دخل الصندوق خطير جدا الخلاصة كده يسرى وحيدة والحصان الاسود هذا الموسم للقرى المصرية حتى الان اندم للطلاع بدون ضجة واشتغل بدون شوق وقدر يقدم مستوى فعلا هايل لانه على المستوى الرقمي حتى الان لعب هذا الموسم عشرين مباراة بما يعادل سبعتاصر مباراة فعالية ما بين الدور المصري وكاس الربطة كان صاحب اول ادف في بطولة الدورة هذا الموسم وسجل بشكل عام حتى الان خمس اهداف منهم ادف براميدز عدفين في البنك الاقل وادف في زد وفاركو وسنع قدام سراميكا والاسماعيلي كمان قادر يجود الجيش انه يكون في المركز السابع في الدوري وده مركز مميز جدا ويسري فعلا مؤثر مع الفريق بالي يضاف انه وسي النهاية يكاسر ربط عز الموسم وهو عدف البطولة حتى الان بتلت اهداف الخلاصة كده اختلاف يسر وحيد مش بس بعدد المراكز اللي بيلعب فيها ولكن لانه بيلعب في المراكز دي وهو قادر يحسسك ان ده مكانه يسر وحيد حاليا 26 سنة وانا قلتها قبل كده وبقولها تاني انا براين على امكانياته انه في يوم الايام هيكون من افضل عيب القرى المصرية بشكل عام والايام ما بيننا وهنشوف هيحصل ايه والحد هنا صديقي انا خلصت كلامي عاوزك تقولي في الكومنتات تحت علي يسر وحيد لعب مميز ويقدر يقدم مستويات اعلى من كده ويستحق يكون في مكانه افضل ولا انت شايف ايه واتمنى قبل متافل الحلقة يارد توحد الله لا اله الا الله واتسال على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام وامل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وهو هتنسى تعمل لايك وفولون الصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طفان اعلاوي نتقابل بخير سلام